اعرب الامير فيصل بن محمد بن لهم بن شريم المري باسمه وباسمه عموم قبائل المرة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقبائل جشم في نجران في بيان عن ولائهم وتأييدهم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حافظه الله كما اكدوا وقوفهم ضد كل المؤامرات التي تحاكل زعزعة امن البلاد وضد جميع المحاولات القطرية الخبيثة للعبة بالامن والاستقرار والوحدة الوطنية لابناء البحرين وابناء الخليج العربي كافة وفيما يلي نص البيان مولاي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشرف سيدي صاحب الجلالة بالأصالة عن نفسي وباسم جميع قبائل آل مرة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقبائل جشم في نجران أن نرفع إلى مقامكم اسم آيات الولاء والإخلاص المشفوعة بصادق المحبة والوفاء لجلالتكم مبتهلين إلى العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر ونجدد التأكيد لكم يا صاحب الجلالة أننا نقف صفا واحدا مع جلالتكم ومع مملكة البحرين العزيزة ضد كل المؤامرات التي تحاكل زعزعة أمن البلاد وضد جميع المحاولات القطرية الخبيثة للعبث بالأمن والاستقرار والوحدة الوطنية لأبناء البحرين وأبناء الخليج العربي كافة إننا نؤيد وبقوة كل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين من أجل حفظ أمنها ووحدتها والتمسك بالثوابت والقيم الوطنية القائمة على الولاء والطاعة والعمل الجاد والمخلص من أجل الزهار المملكة وأشقائها دول مجلس التعاون الخليجي ونحن على يقين بأن التدخلات القطرية القائمة على التزوير والفبركة ونشر الأكاذيب ضد البحرين وقيادتها لن تنال من وحدة شعب البحرين والشعوب الخليجية كافة التي لا زالت وفية لقيادتها ووعية لهذه المؤامرات القطرية الدنيئة مرة أخرى نؤكد وقوفنا صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن يسيأ أي شخص أو وسيلة علامية أو دولة مارقة لهذه الأرض الطيبة ولكافة ربوع منطقة الخليج العربي وستبقى وحدتنا الوطنية الأساسة الذي يحمينا حفظ الله البحرين وشعبها من شر الأشرار وكيد الفجار وحفظكم الله يا مولاي وأبقاكم ذخرا وملاذا ومنارا يهتدى به ومتعكم بدوام الصحة وطول العمر والسلام عليكم ورحمة الله الأمير فيصل بن محمد بن لهم بن شريم المري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر